السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم يا أبنائي؟ أتمنى أن تكونوا جميعاً بخير اليوم درسنا هو حرف الحاء هل أنتم مستعدون؟ أهلاً أهلاً حرف الحاء هيا نقرأ الأحرف جميعاً سوياً همزة با تا تا جيم حاء خاء دال زال را زاي تين شين صاد ضاد طا ضا عين غين فا قاف كيف لام نيم نون ها واو يا أحسنتم هنا حرف الحاء أتى قبله حرف الجيم وبعده حرف الخاء والثلاثة يشبهان بعضهم البعض ولكن الجيم بداخلها نقطة الحاء ليس بها نقطة الخاء فوقها نقطة هيا لنرى أهدافنا لهذا اليوم سوف نتعلم صوت حرف الحاء وهو أح صوته أح أحسنتم واسمه حاء وسوف نتعلم كيف ننسكه وكيف ننطقه وكيف نقرأه وسنتعلم شكل حرف الحاء مع الحركات القصيرة والمدود كيف ننطقها هيا لنرى درسنا اليوم حرف الحاء أهلا حرف الحاء هيا نطرع جملةنا لهذا اليوم صاحا الأطفال نريد السلام يا حمامة السلام مرة ثانية صاحا الأطفال نريد السلام يا حمامة السلام ما معنى صاحا بكى أين أتى حرف الحاء هنا؟ أتى في نهاية كلمة صاحا وليس له يد لأن قبله حرف من الحروف المنفصلة أحسنتم كلمة حمامة أتى حرف الحاء في بداية الكلمة له يد واحدة رائع هنا أعطانا كلمات بها حرف الحاء في بداية الكلمة مثل كلمة حجيقة حيصان حبوب ح حجيقة حيصان ح حبوب هيا نرى شكل حرف الحاء أول ووسط آخر الكلمة حيصان أتى أول الكلمة له يد واحدة لحم في وسط الكلمة له يدين ملح في آخر الكلمة له يد واحدة وكما قلنا أو ليس له يد مثل كلمة صاحا هنا أيضا أعطانا أشكال بحرف الحاء حمامة أتى له يد واحدة لوحة هنا أيضا في وسط الكلمة ولكن له يد واحدة لأن أتى قبله حرف الواو وهم الحروف المنفصلة تمساح أتى حرف الحاء آخر الكلمة بعد ألف المد ليس له يد لأنهم الحروف المنفصلة هيا لنرى كيف ننسخ حرف الحاء انظروا أول الكلمة لكون له يد واحدة ويكون نائم على السطر أما في آخر الكلمة يكون نصفه فوق السطر والنصف الآخر أسفر السطر انظروا هكذا ننسخ حرف الحاء رائعا الآن هيا بنا نفتح الكتاب على صفحة رقم صفحة رقم 67 ونقوم بتلوين أشكال حرف الحاء يقول لنا أن نلون حرف الحاء باللون الأحمر إذا كان ليس له يد وباللون الأزرق إذا كان له يد واحدة سنقوم بالتلوين وإرسال هذه الصورة على الكيت ويب هيا نكمل الهدف الثاني هو أشكال حرف الحاء مع الحركات والمي هيا لنرى حاء فوقها فتحة حاء أما إذا أتى مع ألف المت حاء رائع هيا لنرى الكلمات حا حمامة حا حافلات إذا حرف الحاء بالحركة بالحركة القصيرة حمامة أما إذا أتى مع ألف المت حافلات رائع حرف الحاء ضم حو أما إذا أتى مع واو المت حو هيا لنرى الكلمات شو شروف شو شوت رائع حاء كسر حي حاء يا مد حي حاء كسر حي ذا أما حي مع ياء المت حيتان رائع حاء فوقها سكون أح ما هي الكلمة أحمد رائع يا أبطال والآن يجب علينا فتح الكتاب على نفس الصفحة صفحة رقم 67 وننسخ حرف الحاء مع الحركات القصيرة والمدود سنقرأ سويا أولا حاء سكون أح حاء فتح ح حاء آلف مد حاء حاء ضم حو حاء وو مد حو حاء كسر حي حاء يا مد حي سأقرأ مرة ثانية أح ح ح ح ح ح ح ح ح ح رائع يا أبطال سنقوم بنسخها بخط جميل فوق السطر الأحمر وتصوير الكتاب وإرساله إلى المعلمة على برنامج الكتوال أراكم على خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ح 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